من الوقت مشاهدينا معد مجزل أهم الأخبار مع منات فضل إيمان شكرا لك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزل أخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته الرئيس البولندي أنجي دودا وقرينته في قصر الاتحادية وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين وأكد الرئيس السيسي أن الزيارة في هذا التوقيت الحيوي تعكس مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين من جانبه أعرب الرئيس البولندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر مؤكدا الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات هذا وقد شهد الرئيس السيسي ونظيره البولندي مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين وذلك بقصر الاتحادية وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغذائي لدول العالم وأكد الرئيس السيسي أن الموقف المصري من الأزمة الروسية الأوكرانية يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهديئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لبحث ملفات العمل المشتركة ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بشأن توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالميا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وخلال الاجتماع تم استعراض جهود تيسير إجراءات استيراض مستلزمات الإنتاج وتوفيرها لقطاع الصناعة تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وفي إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات شدد الرئيس التونسي قيس عيد على أنه لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي التونسي وقال سعيد خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرنزي أن سيادة تونس ليست قابلة للمساومة مؤكدا أن تونس قادرة على إدارة شؤونها دون أي تدخل واعتبر سعيد أن ما حدث من قبل اللجنة الأوروبية للديمقراطية وتدخلها في الشأن التونسي تدخل سافر غير مقبول وفق كل المقاييس أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن دول الاتحاد السبع والعشرين وفقت على فرض حضر على النفط الروسي يشمل أكثر من ثلثي وارداتها النفطية وقال ميشيل أن هذا الخفض الذي سيطبق بحلول نهاية العام سيحرم موسكو من مصدر تمويل ضخم وسيمارس ضغوطا قصوى عليها كان قادة الدول الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل قد أخفقوا في الاتفاق على حضر استيراد النفط الروسي سقطت خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد غرب العراق التي تصدف قوات من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي وأوضح مسؤول في التحالف الدولي أن الصواريخ التي سقطت في القاعدة لم تؤدي إلى خسائر بشرية أو أضرار مادية ورياضيا توجى فريق الوداد المغربي بدور أبطال أفريقيا بعد فوزه على الأهل بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما بالداري البيضاء سجل هدفي الوداد اللاعب زهير المترجي في الدقيقتين الخامسة عشر والثامنة والأربعين ليحقق لفريقه اللقب الثالث في تاريخه بعد عامي ألف وتسعمائة واثنين وتسعين وألفين وسبعة عشر وخلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قال المدير الفني للأهل بيتسو موسماني إن فريقه خسر المباراة النهائية لبطولة دور أبطال أفريقيا في ظروف غير طبيعية نهاية مجاز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقالت صباح الخير يا مصر بعد الفاصل